شربة العدس الأحمر أشهر شربة تركية على الإطلاق بنينا بزاف سهلة واقتصادية تتكل على الفطور ولا على العشاء ورح نوري لكم فيها السر اللي تعلمتوا من شاف بورك واللي يخليكم تنجحوا فيها وديروها تهبل خاوتي إخواتي مرحبا بكم اليوم رح نشوفوا في سوبر بننا طريق الطبخ شربة العدس الأحمر لازم لنا حبة بصل متوسطى نقطعوها اطراف صغر شربة العدس الأحمر تتهدم بسهولة مقارة شربة الباقوليات الأخرى كما العدس الخضر اللوبيا ولا الحميصة على خاطش العدس الأحمر ما عندوش القشرة والميزة الثانية على العدس الأحمر ما كان لها نبيته في الماء نسكرف جو فوقنا بصل زوج سنة التوم لي ما يحبش التوم يقدر يستغنى عليه بصح في الوصفة التركية الأصلية كاين التوم في القدراء نحط زوج مغارف زيت ونزيدوا البصل والتوم لي وجدناهم نقليوهم على نار هادية حتى يدبالوا نزيدوا زوج مغارف ماكلة فارينا ونخلطه مليح حتى تشرب الفارينا قع الماء نزيدوا مغارف ماكلة وما طيش تعلب باطا ونخلطوا مليح قلت لكم مقبيل بلي العدس الأحمر ما عندوش القشرة بس صح عندو مادة حمض الفيتيك اللي تغطيه ولهذا لازم نشلوهم مليح باش نتخلصوا منها لأنها تمنعنا من امتصاص المعادن اللي فيه دوك نزيدوا العدس الأحمر نكونو شللنا زوج كيسان وخليناهم يقدروا في هاد المراحل ردوا بالكم مليح لازم تكون النار هادية وإلا يلسقوا قاع المكونات في القدرة كي نخلطوا كلش نزيدوا زوج لترات ما سخون يغلي نخليوا الشربة طيب في غرضها على نار هادية حوالي 15 دقيقة ومر على مرة نخلطوها باش ما يلسقش العدس في القدرة كي طيب العدس نحيو القدرة من النار ونرحيو شربها بالميكسر في هاد المرحلة نزيدوا الملح لفلفل لكحل والكمون انا في هاد القدرة درت مغرف ماكلاه ملح نص مغرف قهوة فلفل لكحل ومغرف قهوة كمون مرحي انتوما ديروا المقادير على حسب الدوقت تاكم نجوزوا ضبك للسر اللي تعلمتو على شيف بورك واللي راح يعطي لشربة العدس التركية البنة الخاصة تاعها السر هادا هو لاصوس اللي نزيدوها كي نكونو نسربيو في كاسرونة صغيرة ندوبوا مغرف ماكلاه زبدة ونزيدو لها مغرف قهوة بابخيكا انا هنا يا اكسيليريت لفيديو ما زدش في النار ردوا بالكم لو كانتكون نار قاوية زبدة تتحرق وتكحال وتفسد لكم الشربة نقلي ومليح الفلفل الحمر حتى يطلق الرغوة في كتير من البلدان الاسيوية وحتى الافريقية لعدس الحمر هو احد المصادر الرئيسية للبروتينات في التغذية وهو غني ايضا بالالياف والمعادن منها الفوسفور الممتاز للعظام فوائد العدس الاحمر موجودة بالتفاصيل في صندوق الوصف كي نكونو نسربيو نزيدو لمسة الشاف اللي وجدناها شربة العدس هايلا معمرة بالحديد واقتصادية واذا حبيتو شربة واحد اخرى فوائدها عظيمة للصحة اقتصادية رايح تكلفكم عظم برك ننصحكم تجربو شربة العظم باش تكتشفوها اضغطوا على الرابط اللي في الصورة سيبوني في انتظاركم